السلام عليكم يا شباب. هنبدأ ان شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا عن الانتي دايباتيك دراجز. احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن الانسولين. وعرفنا بيشتغل ازاي واليوزس والسايد افكتس. هنتكمل كلامنا النهاردة عن بقية الايه الانتي دايباتيك دراجز. في حاجات اسمها. اه انسولين سيكريتا جوكس زي السلفاني اليوريا والنانس سلفاني اليوريا. ماشي وفي حاجات اسمها. اه انسولين سيكريتا جوكس يعني بتزود السيكريتا متاعت الانسولين. انسولين سينسي تايزرز. دي بتزود سينستيفتي افروسيبترز تو انسولين. وفي حاجات بتقلل جولوكوز اوبدورشن. وفي حاجات اسمها انجريتين انهانسرز. احنا نتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي. ماشي? طيب. والجولوكاجون لايك بالتايدز. وفي حاجات تانية هنتكلم عنها دلقتي هنتكلم عنها بالتفصيل. طيب. احنا لازم نكون فاكرين من المحاضرة اللي فاتت. هنبدأ كلامنا الاول عن اول حاجة من البقية الانتريبايات الديورجزة حاجة اسمها السلفاني اليوريا دي عشان نعرف هو في اكشن بتاعتها. احنا لازم نكون فاكرين من المحاضرة اللي فاتتين واكشن بتاعت الايه بتاعت الإنسولين. عارفنا ان الانسولين لما بيحصل بيعمل بايندنج مع الريسيبتور بتحصل وتفتح من تقفل وتفتح عشان يحصل يليز الانسولين منظر اللي احنا شايفينه خلاص يبقى لازم نبقى عارفين الكلام ده كويس عشان السلفونان اليوريا هتبدأ هتشتغل تقريبا بنفس الطريقة بطريقة ايه مشابهة قويا عشان تزود الانسولين ايه السلفونان اليوريا الاول لازم نعرف ان في منها جينيريشنز ماشي الجينيريشنز دي بتختلف عن بعضها على حسب البوتنسي والسايد افكت فيه فرست جينيريشن وساكند جينيريشن ماشي الفرست جينيريشن زي تولبيوتامايد والكلوربروبامايد والساكند جينيريشن زي جليبيزايد بلايكلا زايد اللي هو دايماكرون وقليما برايد اللي هو في الدايبيتس خلاص طيب بتاعت السلفونان اليوريا بتشتغل ازاي السلفونان اليوريا زي ما شفنا في الميكانزم بتاعت الدايبيتس الميكانزم بتاعها انها بتشتغل عن طريق انها بتفتح انها بتاعت اندوز بتقفلي البوتاسيوم شانلز لما تقفل البوتاسيوم شانلز هيحصل ايه اوبنينج اللي للكالسيوم شانلز لما يحصل اوبنينج للكالسيوم شانلز يبقى هي بتشتغل عن طريق انها ايه بتجي عن البيتا سيلز بتاعت البنكرياس ماشي اه تعمل بايند تو سلفونان اليوري الريسيبتورز فتروح افلى البوتاسيوم شانلز وتفتح للكالسيوم شانلز خلاص فتح الكالسيوم شانلز يبقي هو ده اللي انا عايزو علشان ايه يا ليز الانسورين يبقى اسمها انسورين سيكريتيا بوجز اللي لانها انديوس ريليز اوف انسورين ماشي طيب ااا او معنا كده اخد بالي blind ادوية اللي هتقفل لي يبقى هتساعد في الشغل بتاعها ماشي ولا هتفتح البوتاستيامشالنس دي بقى هتعمل ايه? اوبوزنج الاكشن. ناخد بالنا من النقطة دي في الدرجة انتر اكشن. طيب. المشاكلها انها هي طبعا الايه? السلفونال يوريا. فيها سالفر. السالفر ده حاجة بتعمل الالرجي جامده قوي. ماشي? دي مشكلة كبيرة منها. تاني حاجة انها بتعمل آآ آآ جي اي تي ابسيت. ماشي? وآآ ليها تراتوجينك افكت. طيب. في مشكلة كبيرة بتحصل آآ. بيحصل فيلير بعد مثلا حوالي يعني سنين من استخدام السلفونال يوريا. ممكن تعمل مشكلة اسمها ايه? مشكلة اسمها فيلير او ايه? مفيش ريسبونس. يجي بعد فترة طويلة من استخدام العلاق دوة تلاقي نفسه. مفيش استجابة. السبب ان بيحصل اكزوشن للبيتا سيلز. لانها عمالة تعمل فورس الريليز اوف انسولين. فبيحصل اكزوشن للريليز اوف اكزوشن للبيتا سيلز. فبيحصل فيلير. ماشي? في الحالة دي نعمل شفت الايه على دوة تاني. ماشي? ناخد بالنا من الدرج بتاع الايه سلفونال يوريا. ماشي? مشكلته انه هو بيعمل ايه؟ ايه لما ايه بتعمل ب Blood plus الفنسية channels. فناخد بالي ان لو دوة هيقفل بتاني يبقى اوكي هيقيه بتنشيط الاكشن بتاعها او يساعد في الاكشن بتاعها. لو دوة فتح البوتسيوم channels هاتفة واقصة بتاعها- زيد تايزايد. التايزايد بيفتح البوتسية ك jealousy channels وبالتالي بيعمل الانتاجونيز من الاكشن بتاعت الايه بتاعت السالفونايل يوريا خلاص وفيه دراكز بتزود الهايبو جليسيميك افكت بتاعها عن طريق انها بتعمل لها ديسبليس منت من البلازما بروتين بايندين جساعد زي السلسلية والدايكيو مارول تمام ده بالنسبة للسالفونايل يوريا تاني مجموعة في الانتدايباتيك دراكز حاجة اسمها ميجليتينيز ميجليتينيز زي الرب ميجليتينيز والنتج لنايد دول الميكانيزم اف اكشن بتاعتهم شبيهة بالسالفونايل يوريا ماشي بس هي هي افضل شوية من السالفونايل يوريا لانها بتاعتها اقل وبتعمل ما فيش هايبو جليسيميا بتعمل الانصد بتاعتها عسرع وبالتالي هي افضل من السالفونايل يوريا طيب فيه تالت مجموعة نتكلم عنهم اللي هم البايجوانايدز البايجوانايدز زي الميتفورمنت ده اشهر ايه من اشهر الادويل اللي بتستخدم في الديابيتس اللي هي استخدمات تانية طيب الميكانيزم اف اكشن بتاعته اهم حاجة reduce the absorption of glucose from intestine بيقل الabsorption بتاعت الجلوكوز من انتستان decrease hepatic glucose production ماشي increase insulin action في المسل والفات ماشي يعني ايه بيزود وبيعمل حاجة اسمها ان هو بيزود الانيروبic glycolysis ماشي يحصل ايه اه فبيحصل بس المشكلة دي بتعمل لنا حاجة اسمها لكتك أسيدوزز بيعمل ايه بيرن الجلوكوز بحاجة اسمها الانيروبic glycolysis بس القصة دي بتعمل لنا مشكلة اسمها لكتك أسيدوزز عشان كده ماينفعش يتاخد ان ايه اندرينال ديسيز اولا في الهيباتيك ديسيز ولا في الالكوليزم ماشي لان اللي هتعمل لنا هتزود اللكتك أسيد والحالات دي فيها أصلا electrolyte imbalance فيها فيها السوري فيها أسيدوزز طيب البيجو هنا دي عرفنا الميكانيزم اف اكشن بتاعتها ماشي وبتستخدم طبعا في type 2 diabetes لوحدها أو in combination with other a oral hyperglysemic أو oral anti-diabetics طيب ليها استخدام مهم جدا ليها افكت مهم جدا انها بتقفل الابيطايت عشان كده بنحب نستخدمها في الابيس بيشن بتستخدم في البي سي او بتستخدم في البي سي او ليها استخدام مهم جدا انها بلي سيستيك أوفاريان دي سيز أو بلي سيستيك أوفاري لانها في البي سي او بيبقى في ملحوظ انك لوحظ كده يعني ان في في البي سي او في زيادة في الانسولي رزيستنس وفي زيادة في الاندروجين لما استخدمنا في البي سي او لاحظنا ان الانسولي رزيستنس قلت والا والاندروجين قل ماشي وحصل بيجيب نتائج كويسة دا استخدام مهم جدا دي ماشي بتاعتقلنا ان هو بيعمل لكتك أسيدوزيس لانه بيعمل ماشي وبيعمل طبعا هو بيقابلن بتاع الجلوكوز وبالتالي هيحصل ماشي ويعمل اي جي اي تي بروبلمز نوزيا بقى وانوريكزية خلاص طيب المجموعة اللي بعد كده احنا اتكلمنا عن ميجلتي نايت اه تايو زولدين دايونز تايو زولدين دايونز دوله عبارة عن ايه هما بيشتغلوا على بروتين معين موجود في النيوكلس اسمه نيوكلير بروكزيزوم بروفيراتر اكتيبيتد ريسيبتور جاما بي بارز جاما بي بي اي ار خلاص يبقى هما بيشتغلوا على بروكزيزوم بروفيراتر اكتيبيتد ريسيبتور جاما ده عبارة عن بروتين موجود في النيوكلس وظيفته ايه Activate insulin responsive genes بيعمل activation للinsulin responsive genes اللي هي مسؤولة عن Regulation of carbohydrates and lipid metabolism لما هو بيعمل لها activation ماشي بيحصل activation للجين ده ده عبارة عن protein responsible for gene expression وبيعمل ايه Activate insulin responsive genes which is responsible for regulation of carbohydrates and lipid metabolism طيب طيب بيعمل حاجة كمان بيزود جلوكوسترانسبورت في المصل والأديبوستيشو خلاص في حاجة اسمها بروكزيزوم بروفيتور اكتيبيتد ريسبتور ألفة دوت بيزود او بيعمل regulation في البريفيتور تيشو يبقى احنا عرفنا السيزولادين ديون زي عبارة عن ايه دراكز بتشتغل على الريسبتور ده في البركزيزوم بروفيتور اكتيبيتد ريسبتور جمال بي بار جمع خلاص اللي هو ريسبونسبل فور او بيعمل اكتيبيشن انسل ريسبونسل جينز اللي هي بتعمل regulation الكربوهيدريت ايه او بتزود الكربوهيدريت والفات والفريفاتي اسد ايه متاباليزم طيب المشكلة بتاعتها زي السيزولادين ده ينزل زي الايه بايو جليتازون والروزي جليتازون ماشي مشكلتها انها بتعمل مشكلة مش معروف سببها اسمها fluid retention ده side effect مهم قوي عشان كده بتعمل ايديه مويد جين ماشي وهي هباتي توكسيك ما ينفعش تتاخد في البيشنط اللي عندهم هباتيك امبيرمنت وتراتو جينك في بعض المنبرز منها اللي هي side effect مميزة زي الباق جليتازون لانه هو بيزود risk of cancer bladder ده خلاص ما ينفعش يستخدم وروزي جليتازون بيزود risk of fracture في الايه في الفيميل بالزي حلاص دي تاني مجموعة اللي هي اسمها ايه thiozoladine dionz